موسيقى اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي مثل ما وعدتكم في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن مدينة الناصرية الباسلة واليوم نستكمل هذا الحديث في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث وتحدثنا عن هذا المشهد الرائع الذي عرضته مدينة الناصرية بكل شفافية وبكل صدق وإباء هذا المنظر هذه الصورة التي عرضتها عن أهل الناصرية الذين هبوا بطوابير طويلة نساء ورجالا وشيوخا وشبابا تبرع بالدم إنقاذا لأرواح أبنائهم الثوار الذين سقطوا منهم نحو 8 شهداء وأكثر من 120 جريح برصاص القوى الأمنية القوى الحكومية والقوى الميليشياوية مع الأسف الشديد هذا ما حصل في الناصرية هذا جزء هذه صفحة من صفحات ثورة هذه المدينة الباسلة هذه المدينة التي ثارت مع مدن العراق بأكثر من مرة واقرها في ثورة تشرين عام تشرين أول عام 2019 وما زالت ثورتها مستمرة وما زالت خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي كر وفر تعرضوا له الثوار في معركة الكر وفر مع كل القوى الميليشيا وآخرها ميليشيا مقتد الصدر التي هاجمتهم قبل أسابيع ويعني استخدمت السلاح الرصاص والقتل والسكاكين والاتهامات وغير ذلك لكنهم كانوا أكثر قدرة على الصمود وأكثر قدرة على التفكير والقدرة على تحديد الأهداف والوصول إليها بعد إزاحة المحافظ تصورت حكومة الكاظمي أن القضية ترقيعية مثل ما هي سياساته في كل مكان هذه وتصرفاتهم دائما ما يرفعون اسم لي أتوبي اسم آخر من نفس الوجوه القبيحة قبل أيام وكانت ما حصل في يوم الجمعة كانت له مقدمات يوم الجمعة الماضي من استهدافه للمتظاهرين بهذه الطريقة قرب المحافظة مبنى المحافظة كان له مقدمات وبعث الكاظم الثنين من رجال يعني رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي وبعث أبو الأمن القومي وهكذا بعثهم محاولة تهديئة الأمور لكن فشلت المحاولات أهل الناصرية لم يساوموا ولم يقبلوا بالمساومة وصلت الحد إلى ما وصلت إليه وزيح المحافظ هذا هرب أسقطوه ثوار أسقطوه الكاظم يعين رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي محافظة للناصرية وقال بشكل مؤقت هذا الرجل قال يعني يعني في أول كلمة له لا نسمح بحد اليوم بالقول عن ذيقار بأنها منكوبة أليست هي منكوبة؟ فعلا وستبقى منكوبة بكم هذه الحقيقة يعني ماذا ستفعل أنت لكي تنقذ الناصرية من نكبتها؟ هل ستمنع الميليشيات من الدخول الناصرية؟ هل ستكشف عن أسماء وجهات التي قتلت المتظاهرين؟ هل ستذهب وتخرج المختطفين؟ هذا السجاد العراقي الذي اختطفه منذ أكثر من فترة شهرين وثلاثة وجاء جهاز مكافحة الإرهاب وعاد وجاء مقتدى الصدر وراها وتهموا المتظاهرين بأنهم يعتدوا على القوى الأمنية ماذا فعلتم؟ هذه الحقيقة لهذه المدينة البائسة وكل مدن العراق البائسة الحقيقة منذ 18 سنة هذه المدن تدفع من دم شبابها من حياتهم من أحلامهم من حياتهم من كل أهله الفقر يزداد البؤس يزداد البطالة تزداد العمراض تزداد الفرقة تزداد الخراب يزداد كل البناء التحتية انتهد التعليم في أسوأ حالات الصحة في أسوأ حالات الخدمات غير موجودة والأذى والسوء ينال الجميع لا هيبة ولا استقلال للعراق ولا وجود العراقي في أي مكان ومع ذلك ما زالوا متمسكين بالحكم ويتكلمون عن الديمقراطية والحرية وذهبوا إلى الانتخابات المبكرة لكي تغيروا الحال أي انتخابات المبكرة يذهبون إليها ورصاص الميليشيات وسلاحهم في كل مكان يطارد الناس هذه هي الحقيقة تركوا هذه المعزوفة الخربة التي يعني ما عادت الأذان قادرة على سماحها معزوفة قبيحة ومؤذية ومزعجة الحقيقة يعني العراق كلها منكوب والناصرية منكوبة وأهلها في ضيم وأهل العراق في ضيب كل اللي يرادوا قالوا قال يعني الناصرية قدموا مجموعة من الطلبات كانوا وقسم تشمل الناصرية والقسم العام هو بشكل عام حتى انطبقت على ما في الناصرية اللي يرادوا يطبق على كل العراق بشكل عام يعني طالبوا بتأمين حماية لساحة الحبوبية مثلما طالبوا بحماية كل ساحة التظاهرات في العراق من أي أذى الساحات التي نالتها الميليشيات بالقتل والترويع والإرهاب رفضوا التعاوم بشأن رفع الخيم أو الحوار مع الحكومة بشأن رفع الخيم من ساحة الحبوبي وكل ساحات الاعتصام أجبروا على رفع أحرقة الخيم بالميليشيات والقوى الحكومية هذه طالبوا بقاة الحكومة المحلية وكل الحكومات والمتظاهرين في العراق كلها ثوار ثورة تشرين طالبوا بإسقاط العملية السياسية وكل الحكومات منع تدخل الأحزاب السياسية في المؤسسات هذه الحقيقة لأنها كلها محاصصات وكلها مكاسب وكلها فساد وكلها خراب وهم يرفضون هذه الأحزاب الخربة المخربة التي دمرت عقول الناس ونفوسهم وآذت الشعب العراقي منذ 12 سنة لحد الآن إعادة النظر بالقادة الأمنيين ومحاسبة القتلة وتقديمه ومحاسبة الفاسدين العطالة طبعا البطالة في الناصرية أعلى ما يمكن شبابا مهندسين ومحامين وكسبا وغيره كلهم عاطلين عن العمل طالبوا على الأقل قالوا هذه الشركات النفطية عقود التراخيص هذه تعطيها وزارة النفط والحكومة كل الشركات الأجنبية تأتي بالعاملين الأجانب ولا تأتي بالعراقيين لأن هذه موقعة عقود التراخيص يعني لا يمكن تغييرها ولا تستطيع الحكومة تغييرها مع ذلك طالبوا قالوا بشي شركات النفطية الأجنبية خلي يقللهم من الأجانب ووظفون أولادنا على الأقل في حقل الغراف النفطي القريب من الناصرية ومثل ما يطالبونه للبصرة ومثل ما يطالبونه للعمارة وغيرهم على الأقل هذا النفط مالهم أحنا مو بس نحمله على ظهورنا نقطي للآخرين والأموات يستفيد منها الآخرين إيجاد درجات وظيفية في موازنة 2021 وهذه الموازنة كارثية وسنتحدث عنها في حلقة قادمة يعني تحدي إعادة المباني الحكومية لتشغيلها الأحزاب إلى الشعب وإلى الناس إعادة إلغاء هذه اللجان المشاريع التي بأمرت أحد أتباع التيار الصدري تابع لمجلس الوزراء وتشكيل مجلس لعادة العمار في كل محافظة منها محافظة الذقار شمود شهداء وجرحة ثورة تشرين بالامتيازات الاستجابة إلى طلبات عوائل الشهداء هذه مطالبهم وبالتالي المطلب الأساسي لهم إسقاط كل هذا الخراب والدمار الذي حل بالعراق وإخراج الفاسدين ومحاسبتهم وإخراج القتلى الذين قتلوا المتظاهرين وإخراج المتظاهرين والإشارة إلى الفاسدين سيسقط هذه العملية هم يعرفون يسقط هذا العملية السياسية هذه فيها نهايتهم فهذه الطلبات أليس هذه الطلبات مشروعة؟ أليسوا أهل الناصرية يعني أحق الناس في أن يطالبوا بهذا هم أهل العراق وهم جزء نابض من قلب العراق النابض هذه هذه حقيقة أهل الناصرية أثبتوا بثورتهم والتي لن تنتهي ولن توقف بدلوا الأسدي جاءوا بغير الأسدي تكلم كلاما طيبا تكلم كلاما تهديديا ازدادت القوى الأمنية ازدادت القوى الميليشيا والاتهامات كل هذا تشكيل لجان غير تشكيل لجان وعود كاذبة كل هذا لن ينهي الثورة الثورة ماضية في طريقها والناصرية تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة على أن تسجل على صفاحة التاريخ أحداثا مؤثرة ومشرفة لكل العراقيين ولأهل الناصرية بالذات تحية لأهل الناصرية والرحمة لشهدائها والشفاء لجرحاها وحي الله أهل الناصرية وحي الله أهل العراق كلهم وحي الله ثورتهم المباركة ثورة تشريد وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله اشتركوا في القناة